منبر التجديد صوت الوسطية من الأوقاف المصرية مفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة التطرف خامسا المواطنة وتعني أن يكون المواطنون جميعا سواء في الحقوق والواجبات داخل حدود دولهم وبيان ذلك أن المواطنة هي مفعلة بين الإنسان المواطن وبين الوطن الذي يعيش فيه وينتمي إليه وهي تقتضي أن يكون انتماء المواطن وولاؤه كاملين للوطن يحترم هويته ويؤمن بها وينتمي إليها ويدافع عنها وهذه العلاقة مع الوطن تتفق مع القول بأن حب الإنسان لشعبه ووطنه هو حب غريزي يولد مع الإنسان ذي الفطرة السليمة التي تشترك فيها الأمم والشعوب على اختلاف أعراقها ولغاتها وعاداتها وهذا المعنى ورد في بعض الأقوال المأسورة التي تحث على حب الأوطان والتمسك بها والدفاع عنها ققولهم حب الأوطان من الإيمان وقولهم إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل فانظر حنينه إلى وطنه وهذا يدلنا على عدم تنافي روابط الإنسان مع وطنه وشعبه مع روابط العقيدة والدين لأن في الدين من التعليم ما يأمر الإنسان بالمحافظة على تلك الروابط التي تشكل منها الهوية الوطنية ويؤيد هذا الانسجام بين الهويتين الدينية والوطنية أن الشريعة قد أوجبت الجهادة الدفاعية عن الوطن والشعب واعتبرت من يقتل في سبيل الدفاع عنهما شهيدا ومن ثم فإن المواطنة تنطبق على جميع المواطنين الذين يعيشون في وطن واحد دون تفاوت بينهم وتستدعي المساواة بينهم في الحقوق والواجبات المنبثقة من هذا الانتماء الوطني وهذا ما يظهر جليا واضحا من وسيقة المدينة المنورة التي عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مكونات المجتمع المتعددة فيها وذلك في بداية العهد الجديد وإقامة الدولة وتنظيم شؤونها وقد كانت موطنا للأوسي والخزرج واليهود والمهاجرين وغيرهم وقد كانت الهوية الدينية مختلفة بين هؤلاء ولكن الهوية الوطنية كانت الجامع المشترك فيما بينهم وقد نظرت هذه الوثيقة إلى الجميع على أنهم متساوون في الإنسانية وفي الحقوق والواجبات الوطنية بما في ذلك اليهود وغيرهم ممن لم يؤمنوا بالرسالة الإسلامية وقد تضمنت وثيقة المدينة المنورة عقدا اجتماعيا أرسى قواعد الأخوة بين المهاجرين والأنصار وحافظ على العيش المشترك بين المسلمين وغيرهم من المواطنين المشتركين معهم في الوطن وقد أعطتهم الوثيقة حق المساواة مع المسلمين في المصالح العامة وكفلت لهم سائر حقوقهم في عباداتهم وحرياتهم الشخصية وعاداتهم وتقاليدهم على قاعدة التعايش مع الشريك في الوطن وذلك المستفاد من قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين سورة الممتحنة الآية الثامنة وما نصت عليه هذه الوثيقة من أن اليهود بالمدينة المنورة مع المسلمين أمة واحدة لليهود دينهم وللمسلمين دينهم في إطار العيش الإنساني السليم والسلمي المشترك على أن كلمة أهل الذمة تغني عنها الآن كلمة المواطنة والمواطن فالمواطنة تعني أن المسلمين وغير المسلمين يعيشون على أرض واحدة تجمعهم المواطنة ويجمعهم المكان فغير المسلمين لهم حقوق المواطنة كاملة كما أن مسؤولية النظام في عنق المسلمين وغير المسلمين فالوطن ملك للجميع سواء الذين يدافعون فيه عن العقيدة أو الذين يدافعون فيه عن الأرض وعن العرض إن الله لا يغني عماد قرم حتى أن يغني عماد أمم ترجمة نانسي قنقر